لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الدستور يقول ويتحدث عن الحراك الشعبي انظروا ماذا يقول يعبر الشعب عن حرصه لترجم الطموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 23 فبراية الحراك الشعبي لم ينطلق في 22 فبراية كلمة انطلق عندي عليها تحفظات لأن الحراك كان قائم على عديد من المستويات هنا يقول الذي خرج فيه بتاريخ خرج فيه في مظاهرات في 22 الحراك كان ضد إذا كانت أنت أيها الرئيس تبون أو أحمد العرابة كنت من جماعة بوتفليقة حقيقة انطلق أن الحراك انطلق في 22 لم ينطلق الحراك في 22 كان يوم خرج فيه الجزائرين الحراك ضد نظام بوتفليقة انطلق منذ سنوات وهذا حتى يبخس الناس الذين عارضوا نظام بوتفليقة حقوقهم الناس اللي كانوا يقولوا بنظام بوتفليقة فاسد وهم يسبونهم في وسائل الإعلام ويطاردونهم في السجون والمنافي أرادوا إبخاسهم حقهم كأن الشعب الجزائري فجأة خرج للشارع هارع بدون مقدمات بدون نظام من مناظرين أخيار أرض ضيعوا ظهرة شبابهم ضد هذا النظام الفاسد الذي حكم الشعب الجزائري وحكم البلاد وأفسد بحق العباد نعم هذه الأشياء هذه الكلمات لديها أبعاد الحراك الشعبي لم ينطلق في 22 فبراير الجزائريون كانوا رفضين للعهدة الثالثة الثالثة لحد كبير والعهدة الرابعة كانوا رفضين لها كانوا رفضين الأوضاع كانوا ضد الفساد مناظرين كثير ناظلوا ضد نظام بوتفليقة في الوقت الذي كانوا الآن هذو من الذين يقررون مصير الجزائر كانوا ينعمون في ظلي أو في بلاط سعيد بوتفليقة إذن الدستور هو دستور بوتفليقة مع بعض الرتوشان إذن لماذا سميهت أناب دستور أحمد العرابة لماذا لم أسميه دستور تبون لأن تبون أول حاجة ليس خبر دستور أحد تكلمونه بعض المقترحات قالهم جيد فيما يخص السلوطات ومن خص توزيعها فيه فوضى كثيرة في الدستور في العالم هذه الأمور قالوا له جيدة ولكن كانت هذه موجودة كانت موجودة في الدستور الذي أعد لذلك هو دستور أحمد العرابة أعده لبوتفليقة ولما أجلوه لما طلبوا به أن يعد الدستور جاب لهم ذلك الدستور ما كلف نفسه حتى عناء كتاب الدستور جديد يتماشى مع المرحلة ولم تراع فيه ما طالب الجزائريين حرك الشعبي عندما خرج ماذا طالب؟ طالب بالتغيير أي تغيير هذا لما تكتبها لي في الدستور بهذه الطريقة تغيير الهوية على كل هذا نمشي الآن بعض النقاط لي أرى من الضروري أن أتحدث عنه يتحدث عن الجزائر في العهد النوميدي يعني سبحان الله العظيم لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها حوض البحر الأبيض أضاف كلمة حوض كيف تجد في أبنائها منذ العهد النوميدي والفتح الإسلامي أنت دخلت لي العهد النوميدي هل كانوا جزائريين يتكلموا في تاريخهم عهد النوميدي العهود كل اللي عرفتها الجزائر عبر تاريخها لم تنظر إلا إلى العهد النوميدي أعتقد أن المؤرخين تحدثوا كثيراً عن لماذا تم اختيار هذا العهد والفتح الإسلامي تمت إشارة إليه إشارة عابرة الفتح الإسلامي عهد الفتحات الإسلامية جزائر منذ الفتح الإسلامي هي دولة مسلمة يعني جاية منذ فتح الشمال الإفريقي إلى وصول الإسلام إلى الأندلوس والجزائر دولة مسلمة دولة مسلمة إذن إخواني هذه النقاط لن أخذ في قضية هذا العهد النوميدي كان فيه كثير من المؤرخين تكلموا عن هذا الموضوع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله